صباح الخير مشاهدين بحل أجديد من برنامج الحدث يواصل الموفد الفرنسي جون إيف لودريون جولته على القوى السياسية اللبنانية التقى أن أبو محمد رعاد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة على أن يلتقي بعد قليل رئيس مجلس نواب نبيه برري وأن كانت جولة لودريون هذه لا تحمل أي جديد إلا أن البعض يقرأ فيها على أنها جولة ختامية لتقديم تقرير عن الوضع اللبناني من الفرنسيين على أن يناقش على طاولة قمة باريس الأسبوع المقبل أو في السابع من حزيران بين فريقي الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي أمانيال ماكرون كيف يبدو هذا التقرير اللبناني إلى أي مدى هناك تشاؤم في الوصول إلى رئيس الجمهورية يفتتح مفاوضات الحدود هل هناك فصل بين الرئاسة والحدود كل هذه العنوين اليوم رح النقشة مع ضيفة أن أفايصر الصيغ في صباح الخير عضو كتلة اللقاء الديمقراطي صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يعني بداية معك نحنا صار لنا يعني هيك أربعة أيام جمعة عم نحكي بالحلقة من وقتها له هلأ صار في كتير إشياء يعني بدي أحكي معك أول شيء بزيارتك على واشنطن من حوالي عشر أيام بدي أحكي معك بزيارة لودريون مبارح إلتقى رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط وبدأ أحكي معك بكمان زيارة جنبلاط إلى قطر بداية من الأجدد مبارح شو حمل لودريون؟ لا واضح من زيارته يعني نحنا اليوم عنا اجتمال اللقاء الديمقراطي ورح ندخل بتفاصيل تقييم زيارة الأستاذ لودريون إلى لبنان وعمل الخميسية والتعامل المغربي بس واضح أنه جاي مثل ما قلت بالمؤدمة صحيح أنه اليوم في قمة أمريكية فرنسية بالأسبوع المقبل فالجانب الفرنسي عم بيحضر واللبنان على الطاولة بسبب ما يحصل في الجنوب بسبب ما يحصل في فلسطين وبسبب الفراغ الرئيسي لبنان رح يكون جزء من المحادثات الأمريكية الفرنسية وبالتالي الجانبين بدون معلومات أنه وين صرنا بكل نقطة من هذه النقاط فالدريون إجا ليستجمع الخطوات لأنه هو مكلف من الرئيس الفرنسي بالزيد بالملف الرئيسي والسفيرة الأمريكية ستذهب أو ذهبت إلى واشنطن كمان في اجتماع موسط للسفراء كمان لإفادة الجانب الأمريكي عن رأيهم بما يحصل بموضوع الرئيسي والجنوب إذا فينا نقسم شوي المواضيع صار واضح أنه لبنان يعني مثل ما لودريون مهتم أكتر بموضوع الرئيسي عبر الخميسية سيد هوكستاين مهتم أكتر بموضوع الأمن في الجنوب يعني نحن أمام ثلاث ملفات في المنطقة ملف غزي والجرائم التي تتركبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة هذه حرب حرب الجنوب اللي هي صارت أشبه بحرب وإن كانت محدودة والرئيسي يعني فيها ثلاث ملفات بالواضح أنه صار فيه قبول دولي لربط التصعيد في الجنوب صاروا مقتنعين أنه ما فيه تهدئة في الجنوب قبل ما تنتهي الأعمال الجرائمية في غزة وإنما فيه المستجد بهذا الشهر بالزيد أو الشهر ونص هو محاولة لفصل الرئاسة عن الجنوب وغزة أنه طيب أنتوا اليوم أمام حرب الجنوب وبغزة إذا بكرة الأمور تصعدت لصمه الله إلى حرب مفتوحة ما بدكو الرئيس وحكومي ليتعاملوا مع الواقع الإنساني الاجتماعي ليحكي مع الدول لإيقاف الحرب ولخلق تصوير إذا الأمور نجحت مسعى هوكستاين والرئيس برية نجح بالوصول إلى تفاهم حول أمن المستدام في الجنوب ما بدكو الرئيس يوقع هذا حل ديبلوماسي كبير في تحديد نقاط الحدود في نشر للجيش في عدة خطوات بد رئيس حكومي وفي حال صار مؤتمر دولي النقطة التالتي مؤتمر دولي إقليمي للسلام ما بعد يحصل في غزة بموضوع الفلسطيني كمان ما بدكو تكونوا قاعدين على الطاولة كاللبنانيين برئيسكن طيب ما يكون الأمور على حسابكن فهالثلاث قضايا عم بيحثهم المحاولة تفصل الرئاسي عن الواقع الحربي الأمنى نعم قديش اللبنانية قبلنين هون العقدة بعتقد هون العقدة لأنه للحظة يمكن لبنانية للحظة أنه كلها لبنانية لا أنه للحظة محور المقاومة يمكن شعر أول بداية مسعى هوكستاين شعر أنه هوكستاين عم بيحكي بكل شيء أنه رابط عامل باكيج عم بيحكي باكيج سيشمل الرئاسي لاحقا تبين خلال هذا الشهر أنه لا رجع موضوع الأمن على الحدود الربط يظلوا مربوط بالسيد هوكستاين وعبر الرئيس بري هو المقاومة ولكن ملف الرئاسي ملف الرئاسي انتقل بتحس بتشاري بالأوساط الأمريكية انتقل إلى وزارة الخاجية إلى بربرالي والسفارة والخماسية والخماسية في تفاهم على هذا الموضوع يعني بفهم أنك عم تقول أنه عندما شعر حزب الله من السيد أموس هوكستين بأنه الملفين ممكن يكونوا مرتبطين بوقتها كانت يعني غرد خارج السرب هوكستين يعني خارج السرب كان أكثر تجاوبا حزب الله صحيح كان الحزب يقول أو قال الأمين العام لحزب الله السيد ناصر الله طلع قال بخطاب يعني علني بأنه نحن نفصل الرئاسة عن الحدود لأنه كان وقته هوكستين أقول لهم أنه هذا باكتش ولكن عندما فصلت الإدارة الأمريكية الملفات عاد وربط الملفات من الإدارة الأمريكية أهلا ما بعرف شو كان أصدو سمحت السيد بس أنا أنه ما فقط الإدارة فيه تفاهم يعني صار فيه تواصل فرنسي أمريكي سعودي بهذا الموضوع وصار فيه مثل أنيعة دولية أنه إذا كنا لا نستطيع فصل حرب الجنوب عن حرب غزة أقل لو خلينا نفصل الرئاسة نعم هذا حصل وبالمقياس السياسي اليوم أنا أتفهم يعني أتفهم محور المقاومة يعني أنا اليوم إذا صحح صحح ليكون عب فاوض على باكتش لأنه بالأخير الحل الأمني سيشمل بعض الإعادة التموضع ما أسمي إعادة أنا هذه الإعادة التموضع اللي قد تبدو نوعا ما تراجع إذا ما قبيلة ربحت موقع كرئاسة جمهورية أو كنت اللي عندي اليد العليا بموضوع رئاسة جمهورية رئاسة جمهورية أكيد أفضلك بالبعد السياسي كفريق يعني سياسي بس هيدا الشي اللي لم يحصل لحد اليوم ألا بيرجع هوني فرصتنا نحن يعني صراحة فرصة اللبنانية والمسؤولية الوطنية إنه ما نتعلق أكتير بالشكل منعمل حوار ما منعمل حوار لأنه قد يعني رح منكون عم ندفع باتجاه عادة ربط الرئاسي مع الملف الأمني والعسكري اللي عم بيحصل يعني أصدق عم تدعي القوات اللبنانية إلى التساهل مع دعوة الرئيس بالرئيس للحوار لإنجاز هذا الاستحقاق وعدم ربطه أو أنه يكفي هذا موقف اللقاء ونعم أدعو كل من يعتبر أنه الرئاسي أولوي ولازم نجيب رئيس وسطي ورئيس ليس فريق وجامع جيت فرصة ليفصل ملف الرئاسي عن ملفات الأخرى ولكن عبر تلبية فالنقدم وما نتوقف عند الشكل يعني نحنا كاليقاد المقرأة فينا نحنا مع أي نوع مع أنه نحكي مع بعضنا حوار تشاور أي شيء برئاسة الرئيس بره بمجلس نواب نحنا بالعكس ما من لقي أن نعتبر هذه الخطوة هذه الخطوة شكلية نعم يازب أن نركز على المضمون المضمون هو التمكن من انتخاب رئيس في ناحية تاني يعني الرئيس برهي عم بيصر أنه حوار في المجلس برئاسته وطبعا كرئيس مجلس وقت اللي بيحضر أي لقاء في نواب طبعا يترقص يعني بالطبيعة البروتوكولية أنا أصده بجلسة لحظة بس عفوا أنا بدي استوضح منك عندما يقول الرئيس برهي أنه لا رئاسة من دون حوار ولا حوار من دون ما أنا أترقصه على الرئيس برهي عم بقول حوار الفريق الآخر عم بيقول نحن في مصر نحن نحن بيقول عم بيقول أنه يفتحوا الجلسة الظهري فتحوا المجلس أي وأنه فليحصل تشاور مثل ما صار قبل التوصية وقبل التحديد للرشز الأمنية واضح أنه التشاور منه كافي يعني الموضوع لقيادة جيش أهوان وأسهل وكان فيها قبول واسع وما فيها أبشنز مش أنه يا هيدا قائد جيش ممدد له يا ملمدد لوحد تاني ما في غيره وناجح وعامل عمله وفي قبول له وفي إجماع عليه وبالتالي كانت أسهل بكتير تشاور ثنائي وثلاثي أما بموضوع الرئيسي الموضوع أكبر فيه وعبتحكي السنة هون ونيك عبتحكي ست سنويات عبتحكي عهد بكل ما يتضمنوا هذا العهد فالفكرة أنه نروح على الوسط هون طرح الخميسية اللي يجب أن تضمنوا أنه أنا أوكي منروح حوار مؤقت إذا رحنا على حوار مؤقت يومين ثلاثة أربعة اتفقنا على شورت لست ورحنا بهذه الشورت لست على انتخابات المهم يكون في ضماني أنا أنا أدعو القوات وكل الأفريقى الأخري المهم يكون في ضمانة الخميسية أو ضمانة دولية باجتماع في لبنان أنه في حال ما اتفقنا تنفتح الجلسات مفتوحة وفي حال اتفقنا على شورت لست منروحها أساسة هلأ رجعت هلأت عن موضوع جلسة ولا جلسات مفتوحة رجرة كمان هايدي صار إلى حل أنه منفتح جلسة مع دورتين أو ثلاث دورات يعني نسمح بالخمسة وستين نجاح بالخمسين مرتين ثلاثة ما زبطيت منسكر الجلسة بس دغري بنفتحها بعد أربع وشرين ساعة يعني عم نجي نقول للرئيس بري أنه أوكي منروح حوار غير مشروط طبعا حوار غير مشروط مع بيجي الرئيس بري يقول لك تعيح حوار تأنعك برئيسي اللي أنا مقتنع فيه اللي هو بس أنا عم يعتبروا بما أنه أنه رئيس بري عنده مرشح فهو صار رئيس طرف طيب بس ونحن عنا مرشح ونحن طرف بس عم نروح الطرفين عبروه ويحكوا لنوصل لحل وسط وصلنا لحل وسط في أيام محدودة وبدون شروط بدون شروط بمعنى أنه يبتخد برئيسي بس أنا عندي سؤال هلأ هو فعلا الحوار هو المعارق الرئيس الجمهورية لا صار عزر صار عزر والمناورة اللي عم تنعمل بهذا الموضوع ما لازم نسمح لها تنعمل إينا اللي عم يعمل المناورة نفرض المناور ما عم تقولي هنا هل هي أنا عم بس نفرض المحور المقاومة عم يعملها كمناورة لمين بد موضوع الرئيس طبعا نحن منمشي فيها والقوات بيمشوا فيها ولا لا منفوت على الموضوع ومدام فيه ضمانات الخميسية يمكن يكون حاضر حدم الخميسية يمكن يجي لودريان يحضر الحوار الشخصية يكونوا موثلين في هذا كان فيه طرح فرنسي أنه يحضر لودريان ومقدمين الضمانات اللازمة أنه بعد كم يوم ما صار فيه تفاهم تفتح الجلسات نحن شو بدنا أكتب من هيك ما نعطي مجال بمأنه تتأجر رئيسي لأنه الرئيسي بس اختملك يا رئيسي إذا لم تحصل في شهر حزيران أنا برأي راحت إلى بعيد جدا وفتنا بأخطار كبيري أمني وعسكري ليه هذا اللي كنت بدي أسألك نحن هلأ عم نقول أنه إذا في حال فيه مناورة خلينا نقطع الطريق على هذه المناورة ونروح نلبر حوار طيب بما أنه يبدو أنه الحوار هو شكل من أشكال التعطيل بين مزدوجين لأنه يبدو ما فيه جهوزية للانتخابات الرئاسية طالما فيه حرب ما هي الخيارات الموضوعة أمام لبنان عم تقول حضرت لا ما بقول الحوار شكل من الأشكال بقول الحوار نحن بفروض نجرب أنه عبي جي الرئيس بري قال لك تاوى الحوار وليش لا منجرب مدامه الحوار غير مشروع ليش ما منجرب ليزا جونسون السفيرة الأمريكية عملت جولتها كمان لوحدة زارة الرئيس بري ومبارح كان زارة قائد الجيش كمان ريجع رايحة على واشنطن لتقدم تقرير كله عم بقدم تقارير تقارير سياسية وتقارير أمنية من أجل ماذا بدي أسمع منك الجملة الأخيرة اللي قلتها شو يعني لا تقارير لإحاطة الرئيسين الأمريكي والفرنسي بس واضح الجو الأمريكي والجو الدولي أنه خطر الحرب الشاملة لم ينتهي في ضغط جدي أمريكي هيا اسمعناها بعمل أنه في مسعى جدي ورسائل جدية وأنه حتى توسع الحرب خط أحمر وإنما بيرجعوا بيقولوا لك أنه واحدا بيضمن نتنياهو شو بيعمل هياها بيرفح كان عأساس ما رفح محية دي ولن يدخل الرفح صارت الدبابات عم بتفوت قريب لوسط وبتطلع وبتفوت وبيقصوا المدنيين يعني ما حدا ضامن نتنياهو ما قد يفعله وواضح بالمنطق السياسي العام أنه مصلحة نتنياهو التصعيد وإطالة أمد الحرب إن كان بفلسطين وإن كان بلبنان لأنه بعد الحرب نتنياهو ما قل له مستقبل سياسي إذا وقفت الحرب وبالتالي هو غروب إلى الأمام ولمحوا الإسرائيليين بأماكن عديدة ومشان هيك لستاذ ولي جملات الموضوع الطويل لمحوا بمحلات كثيرة أنه لست سبع وعشرين الحرب مستمر أنه الحرب بلنا حرب شهر وشهرين مين كان يتصور بسبع أو بثمانة أكتوبر أنه بعد ثمانة أكتوشهر بعد الحرب نحن بعدنا بنصر حرب إنه لا استمنى النفس الإسرائيلي صلوا زمان الإسرائيلي ما خاد حروب ما خاد بحياته حروب هل قد طويلة بالمدة وهل قد مكلفة بالعسكر ففي شي تغير بهذا العالم يمكن مع الحرب الروسية مين كان يتخير روسية الدولة العظمى بتاخد ثلاث سنين وبعدها ما خلصت حربة مع أوكرانيا في شي جديد والرأي العام رغم كل المجازل المؤسفة والجرائم اللي عم بتحصل خلص العين للناس للأسف عين العالم تعودت عن دمار وعلى الجرائم إن كان بأوكرانيا إن كان بسوريا إن كان بالصومال وبالسودان وعلق بغزة يعني للأسف صاير الإنسان يعني بلاش تفتحي محطات تلفزيونات رجع على الفوتبال وعلى الرياضة يعني مؤسف اللي عم بيسير ومفتوحة على كل الاحتمالات ولبنان بخطر نعم لبنان ما بعد يعني عنا برأي هذا الشهر للمحاولة لأنه الأمريكاني شو بيئلك الأمريكاني بيحكي معك إذا إلو مصلحة يا إفادة يا بالضري إذا لابد فيدي ولا بالضري ما بيحكي معك فبيقولوا لك الأمريكان إذا في رئيس معنى إتها فيه مؤسسات معنى إنتها فيه إفادة نحكي نحنMo وياكني إذا فيه حرب معنى إتها فيه ضرر فيه إفادة نهتم بليه غير قال لي��� o غير هيك لن نهتم فأنا بلاقي بعد هالمسعة محاولة الإمرار الرئيس إذا لم تحصل رح يكون فيه إهمال أمريكي للبنان سيدخل الأمريكي بانتخاباته رئيسية وراح نصير متركين للأطماع الإسرائيلية بهذه المرة وبالتالي هلأ هذه هي الفرصة الأخيرة يلي عم بتصير على الأرض اللبنانية بالمشهد السياسي عبر الخميسية وعبر لودريان وعبر ليزا جونسون لا انتخاب رئيس من هلأ لتموز وإلا فنحن ذاهبون إلى خيارات قد تكون أكثر دموية احتمالات مفتوحة بس واضح الإشارات كلها واضحة أنه ما في حدا يحكي معه يعني الدول المهتمة بلبنان ما فيه رئيس تحكي معه معنات متركين للأطماع الإسرائيلية إسرائيل بدأت رجع سكانها على حدود وبدأت تخلص من ملف التصعيد بشمال فلسطين وبالتالي كل الاحتمالات مفتوحة هلأ بتقليلي الإسرائيلي منه عتلان هم أنه حزب الله رح يقزي حزب الله بيقزيه أكتر من غزة بس ما هي مشكلة الحروب تحصل لما بتسيقي تقدير خصمك أنا بلاي بدأت ننتبه لشاغلي أنه من أين كان يموت عسكري أو عسكري لتنين إسرائيلية تقوم لقيامة تب اليوم صار ميت فوق الـ 1500 عسكري نعم بحرب ما نهز المجتمع الإسرائيلي بتعملي إحصاءات بيقولولك 65-70% مع الحرب مع الحرب يعني في شي تغير بدأت ننتبه لهالناحية أنه الإسرائيلي لا ما عم بيحسب خسائر ومستعد لا يدفع خسائر ما عم بيحسب لا خسائر مستعد ما اعتبره حرب وجودية وشو ما بدأت تكلف وفيه على رأس الحكومة الإسرائيلية شخص هذه حربه إذا أنا بعد هذه الحرب ما إلي مستقبل لبال مستقبل قد يكون السجن فيا بطلع منا بطل قومي أنقذت إسرائيل من الدمار يا خليني بكفي هيك ما عندي مشكلة ومحادي يدير وقفه محادي يدير يمنعه نعم ولمنحنا شرح نعمل كلبنانيين يعني أنتوا بعرف أنه بيكون في تواصل خصوصا يعني وليد جمهلات اللقاء الديمقراطي دائما كانوا بالوسط بيحاول أنه يتواصل مع الكل فأنتوا بتتواصلوا مع الحزب شو جو الحزب أمام هذا المشهد هلأ أكيد لماذا يتمسك الحزب بربط الرئاسي أولا بالحدود هلأ هذه التخمين عم نخمنه صراحة أنا وياكي بس أنه أنه طبيعي من أي فريق سياسي أنا اليوم لما أكون عندي عدة ملفات عبتعطى معه في أحد الملفات عند اليد العليا فيها بيهمني أحكي بكل شي يعني أي فريق سياسي كان يمكن بيعمل الشيء ذاته بس وين بس في نافذة يعني نحنا كمان الحزب ما عم يجي يفرض عليك هذا الموضوع الرئيس بري بتواصم عن الحزب فتح لك نافذة طيب خلينا ندخل بهذه النافذة أنه لا يخيفنين أنه نحكي مع بعضنا نعم كمدام هذا الحاكم مع بعضنا لا يفرض على حدا شيء أكتر شيء فيك تضلك هالثلاثة أيام شو ما يقول إليله لا 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 نوصل تنتهي المهلة ونفتح الجلسات إذا هذا المطلوب نعم وقبول دولي وفي زخم اليوم الخميسية طبعا عشنا فترة ما قبل هذا الشهر عشنا فترة بعض الانقسامات للأسف نجحوا اللبناني بالتفول بالتلاعوا بموضوع هذا والأسماء لا بهلل بهالشهر الحمد لله الخميسية فاتوا أكدوا من البداية موحدين موقفهم بيبيانهم الأخير كان ممتاز أشاروا إلى مهل يمكن قالوا آخر أيار بدون لبناني بس معناته أشاروا إلى مهل أشاروا إلى مواصفات الواضحة لم يدخلوا بأسماء لن ندخل بأسماء وحكوا بتشاور تشاور ينم عن حوار ما عندهم مشكلة يعني حرام لبنانية يعني ما شايفين شو عم بيصير بالناس شو عم بيصير بالجنوب شو عم بيصير بالاقتصاد باللدة أنه بتحرز شكلية نربطها بالدستور وين الدستور اليوم وين الدستور من تمديد لمجلس المجالس البلدية وين الدستور من الموازن والقتال بس أنتو بيش رأيكم يعني دهري بنربط الموضوع بأنوان كبير دستوري بس أنتو بيش رأيكم أنه اليوم ربط رئاسة الجمهورية في كل استحقاق بحوار بيعملوا رئيس مجلس النواب الشيعي عم بحكي بمنطق القوات مش هو تكريس إذا بدك لعرف دستوري هو يخالف الدستوري لا لسنا مع حوار في كل استحقاق رئاسي دستوري بس ما هيك عم بصير إنما هذه المرة للأسف نتائج الانتخابية يعني لو معنا 86 نائب نحن اللي عم نرفض نحكي مع الآخر لو معنا 86 نائب والثلتين ما نروح هاما جسنوا بابه منفتحه مننتخبه وما منسأل عن حدر بس نتيجة الانتخابات النيابية اللي أخيرها أخيك حتى تعمل هيك لا لو عندك 86 فكي إنه عندك التلتين فكي أنت في نصاب يعني مشكلة الرئيسي بس أنا أصدق إنه بواقعية سيوسية فيت انتخب رئيس دوت حزب الله نو مش عقول ما بيكون ساعد دوت حزب الله يعني ما رح يكونه 86 دوت حزب الله بس أنت لو عندك 86 متفقين على اسم أصدق إنه ما في زمنه لا نحكي ولا نتشعر بس نتيجة الانتخابات الأخيرة ما أتت ما حدا قادر يعمل نصاب التلتين ليأخد رئيس إلو شو معناتها يعني وصلنا لدد لوت بدنا نحكي مع بعضنا هل هذا الحكي يكون تشاور يكون شطل ديبلوماسي ديبلوماسي يروح بيناتنا هذا شكل المهم المضمون المضمون شو عم بيقول وموافق عليه الرئيس بري عدد أيام محددي بدون شروط إنه تعالى تنتخبولي رئيسي أنا عندي عندي مرشحي طب حقه يكون عندي مرشح نحنا عنا مرشحنا حقنا يكون نمرشح تعالى نحكي وصلنا لنتيجة شورتلس نفوت فيه على الانتخابات بيكون عظيم لأنه ساعتها هذي شورتلس وإذا توافقنا على رئيس بيكون عظيم وعظيم وإذا لبنا توافق يخير نمشي على اللي بدكنية وخلي يجي رئيس إذا أجي رئيس ساعتها وتشأي داد يعني بشك إنه حتى لو ما تفهمنا حتى لو ما تفهمنا بس تبفتح الجلسي سرعة رح نتفهم لأنه بالأخير بدك رئيسي يقدر يعمل حكومي بسرعة يعمل برنامج القاضي اقتصادي مع الأيام هلأ اللي عم بيقوله الرئيس بري عن الحوار بما أنه أنتو بتعرفوا هو حوار في مجلس النواب ولا على طاولة مستديرة في مجلس النواب وليه مستحيم أنه نحن نواب شو هالمشكلة بعد شاغلي هلأ فيه المعايير يلي عم بجمع لودريام شفتوه عم بيشوف الكل وأصلا صارت المعايير معروفة يلي هو أصلا جمعه من القوى السياسية بالمرة السابقة المعايير يبدو أنه بدي أسمعها منك أنه رئيس توافقي بياخد 86 صوت لحتى يكون سهل يشكل حكومي بعدين رئيس ما بيكسر حدا رئيس عنده علاقات يعني هل هذه هي المعايير يلي اتفقوا عليها القوى السياسية اللبنانية لك المعايير هن بثقت المعايير اللي زهروها هي ما سمعوه من الأفريقاء اللبنانية يعني سمعوا من الأفريقاء اللبنانية كلهم ومدنا حدا مقبول من الجميع مدنا حدا إصلاحي غير فاسد مدنا حدا يقدر ينفتح على دول الخليج اللي بلد تكون ولسيما السعودية اللي بدي يكونوا رافض أساسي لإقتصادنا نعم لواقعنا الجديد ويكون قادر يتعطى مع الدول العالم ويشرف على تطبيق القرارات الأممية الدولية لسيما السواطعة السفر واحد يعني واضحة يعني نحن أمام أنه المعايير واضحة يعني الرئيس المطلوب عندك إذا بنا نقول ثلاثة أقانيم ثلاثة بيلرز بيقولوا العواميات اللي بدوا يهدوا هذا السقف العمود الداخلي اللي هو اتفاق الطائف يعني رئيس مؤمن أو مقتنع باتفاق الطائف وعليه توافق حتى يقدر يحكم اتفاق الطائف سنة التسعين الطائف بيقول توافق بيقول شراكي بيقول كل هالأشياء على المستوى الإقليمي رئيس مقتنع بقمة الألفين واثنين حصلت في لبنان مشروع الدولتين والسلام يعني رئيس مؤمن بالسلام وإنما سلام عادل وشامل مع حفاظ على حق الفلسطينيين بدولتهم مستقلة وعلى المستوى الدولي رئيس يحترم القرارات الدولية لسيما السبتاعة سفر واحد اللي بيعني في لبنان طيب رئيس يعني محليا عندك هذا السند وإقليميا عندك هذا الطر رئيس مقتنع بحث ثلاث شغلية بس ما السمنات ما بده أكتر من هيك اي بس هول وهو دكتار الموارنة اللي ممكن عنده المصدقية بس بقصد هول ثلاث نقاط اللي عددتهم يا أستاذ فيصل هن لحالهم هن مقلقين مش أول بند الرئيس النو العمود الداخلي التوافق اثنين باقين مقلقين لحظب الله ما هي الدوافق وشامل لبناني يعني حتى حزب الله غبيه قدر يطلع منه حزب الله أول شي بالعام 2002 هو لم يوافق على مقرارات القمة عتبر أنه أنه هي لا تمثله هلأ هلأ بعرفه بعد الآن في تغيرات هزب الله في 2002 كان غير حزب الله اليوم وحتى حماس هلأ كان بده يتبه إسرائيل بالبحر ما كانت فكرة السلام العادل والشامل ما كان يمكن يعني بعض الأفريقاء بس تطبيق القرارات الدولية بس بالحكومة الرسمية بلا السلام العادل والشامل هذا ضمن القرار الرسمي اللبناني وفيه إجماع لبناني عليه وعربي يعني وعربي وحبت حماس وفلسطيني القرارات الدولية أصدر ما هي الضمانات الدولية التي يفرض أن تعطى لحزب الله على اعتباره اليوم الحزب الأقوى والحزب الذي هو مطالب بأن يتنازل أنه بين التراجع أو إعادة التموضع تطبيق السبتعاش سفر واحد شو هي الضمانات اللي بنا نفسها القرار الدولي الأبرز هو مثل ما قالنا السبتعاش سفر واحد اللابد من تطبيقه المسعى اللي عمله الأستاذ هوكستاين بينه وبين الرئيس برين الرئيس برين عم بيحكي باسم يعني عم بيحكي باسمه باسم حزب الله بهذا الموضوع هوكستاين باسم المجتمع الدولي ليه إيجاد فهوكستاين كان متفائل بمكان ما بأنه في خطوط عريضة وصلولها في قدرين وصلوا لشي يقبلوا فيه الإسرائيلي وحزب الله وإنما ما بعد إيقاف الحرب في غزة بس تنتهي غزة قدرين بسرعة يروحوا على بيقولوله هدوء مستدام أو أمن مستدام بما أنه رحتوا على واشنطن خلينا نبلش من هذه النقطة أنتوا عملتوا لقاءات كونوا شفتوا لأموس هوكستاين بدي أسمع منك ما هي النقاط يلي شبه متفق عليها بين لبنان وأسرائيل صراحة هوكستاين السيد هوكستاين نحنا ما شف نحنا بدون برنامجنا كان مش لقاء وإنما صدقته مع الأستاذ محزومي حاب يجتمع معنا وكنا مستمعين أكتر من مبادرين يعني كان حابب ينقل أجواء معينة اللي عم تحصل ومعجب جدا بالرئيس بري لا لابد مر لما قال فعلا هوكستاين واضح أنه معجب بالرئيس بري وما اعتبر هذا هو الممر ممره في لبنان وإلى حزب الله وإلى التهدئ في جنو وهي الرئيس بري فخليني أعمل هالمؤدمة لأنه المفاوضات هون عبتسير صراحة المفاوضات هون أما رأيه اللي ممكن يعبر عنه بيعتبر أنه في إشاعة تقول أنه واصل لشي على مزح عنده أسلوب ديبلوماسي كتير كتير محبب بس هذي هذي الإشاعة تقول هذي الإشاعة تقول أنه أولا وقفة لقنار أولا حل بغزة وقفة لقنار بغزة يتبعوا وقفة لقنار في جنوب لبنان يتبعوا إعادة انتشار للجيش والمقاومة واليونيفل بيكون واضح هيدا وين حدود وهيدا وين حدود وهيدا وين حدود تنم عن بعض طبعا التراجع كم كيلوما تمنى السر يعني بيّنت بالورقة الفرنسية إعادة تموضوع بأشرة إلى تناعش كيلوماسي ما فيتين بعضهم بس مش انسحاب سموها إعادة تموضوع وإنما هذا إعادة تموضوع إذا ما نحكي عمليا على الأرض نوع من انسحاب جزء أو ابتعاد نوعا ما وانتشار للجيش اللبناني على الحدود نعم انتشار للجيش اللبناني زيادة عديد هذا الجيش 2500 بسرعة و 2500 خلال سنيا 5000 عسكري تحديد النقاط السبعة الستة اللي بعضهم مختلفين عليها على الخط الأزرق على الخط الأزرق تحديد النقاط لا بنحدد الحدود لمنه الخط الأزرق في الحدود الفرنسية البريطانية بوقتها صح اتفقنا من أصل 13 على 7 بعد في 6 يتم الاتفاق على الست نقاط الباقي مع عالقة في نقطتين أساسيتين شبعة شبعة في نقطتين أوشي الحوار على هدا ما عم بحكيكي بقى شو السيدوكس عم بحكيكي جول أمريكي العام يعني خارجية اللي بتستنجيه من هذا إنه في شبعة بالمنظار الأمم المتحدة وبنظار بعدها بد أحكي مع السوريين إنه إنه نحنا مدنعين إنه شبعة لبنانية وبدنا إياها وبالشي بس الحكي هونيك بيقلك بكنت حكي مع السوريين قبل ما يجي السوري عالطولي خلينا نحط شبعة جنب بشناك عم بقولولي خلينا نحط شبعة جنب لأهدا بدوا حكي مع السوريين ليه بدوا حكي مع السوريين فرما لبنان قدم أوراق إلى الأمم المتحدة تثبت لبنانية هذا السؤال أنا سألته مباشرة بالأمم المتحدة المندوب اللي كانت معنا خرايط عندهم خرايط قبل الستة وستين إنه شبعة لبنانية لبنان بعت لهم خرايط لبنانية بعد السبعة وستين وصلتهم خرايط جديد السوري مصر إنه شبعة وكتلال فرشوبة سورية فبدأ حكي رغم كل اللي نقال كيف السوري مصر ما السوري رفض دي الأمم المتحدة اللي وصلنهم للأمريكي يعني للأمم المتحدة إنه السوري لا بعده متمسك فيها رح يبيع بلاش فبدأ حكي لبناني سوري بهذا الموضوع ونحنا بذكر أنا بالألفين وستة طاولة الحوار بالألفين وستة وقتها أقرينا وقتها كان بأز خلافاتنا هي محلة اليوم يعني بالألفين وستة كان فيه قتل وضربه وقدرنا وصلنا لتفاهم إنه تحديد الحدود مع سوريا وحكي مع السوريين بموضوع شبعة شبعة وتلال كفرشوبة وحكينا باستراتيجية دفاعية يعني عم نحكي بالألفين وستة كل هالأمور إنه خلافنا أقوى من اليوم وقدرنا حكينا فيهن عم بتقول إنه الجو الأمريكي بالإدارة الأمريكية الجو الأمريكي التطبيق شبعة تركوها عجنب لأنه السوريين لا يدخلوا السوري عالطاولة لا يقعد عالطاولة السوري وبدنا نحل معهم تركوها عجنب مش هتركوها عجنب يعني فيه قوات أمم المتحدة لا 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 بعد الأندف هونيك فيه القوات الأمم المتحدة اللي تاب على جولان موجودة بس بمعنى إنه ما ضروري نعطل التهدي بس بده ينسحب الإسرائيل منه هيدا بهابلك هيدا حديث يا آخر يعني فيه ينسحب الإسرائيلي منه ويضلوا القوات الدولية فيه إذا بيسحب ما رح ينسحب بدون ثمن بس المعنى إنه ما ضروري شبعة تعطل التهديئة المستدامة فينا نعمل تهديئة مستدامة مثل ما عملنا بالألفين وستة بدون ما تكون بدون ما تكون نحلت شبعة منحلة لاحقة منحلة حتى السبتاعش سفر واحد الغجر حتى السبتاعش سفر واحد حلو يكون ليش فوري تطبيقه منه فوري إنه خلي يكون التطبيق على مراحل على مراحل يعني أول شيء وقفة لقنار بعدين إعادة تموضع بعدين شو بصير بعدين تحديد الحدود الخلافية وتعزيز الجيش على الغجر فيه جزء واضح لبناني هيدا ما فيه علاء إشكال فيه جزء جزء تمددوا عليها سكانيا لبلد في الماري هيدا بيلتقالوا حالي شي يعني بيلتقالوا حالي إنه بعده معترف إنه لبناني شي يعني بيلتقالوا حالي تنسحب إسرائيل من المنطقة التي امتدت إليها الغجر يعني الماري تنسحب إسرائيل بعتاد هذه ما ماسمعت ما بنحكى فيها لأنه بعتاد الأهالي هونيك شو؟ ما بدون بسمعت أنا ما بعرف أهالي بقولوا بدون يضلوا بدون يضلوا إسرائيليين سوريين إسرائيليين ما بدون يكونوا لبنانيين هكسمادنوا بعتين حتى رسائل سورية بس هنه لبنانيين هنه منهم لبنانيين؟ بس تمددوا عمرانيين بس وي يتعوضوا بعمرانيين يرجع يتعوضوا بمناطق الحدود التيابة على سوريا يعني بيشيلوا المواطنين يعني بيشيلوا المواطنين يعني بيشيلوا المواطنين يلي امتدوا إلى بلدة الماري اللي هنه من أصل سوريا ولكن حاصلين على الجنسية إسرائيلية بيشيلوهن بينقلوهن للغجر بيحرروا الأرض اللبنانية هذه بيقدروا أما هؤلاء بس منها مطروحة فبتصير قصتهم بينهم وبين إسرائيل و سوريا لأن هذه حتماً سوريا يعني محسومة أنه سوريا غير شباعة نعم وإنما منهم مطروحة هلأ يعني عم بيحاولوا يسهل يعني هوكستان عم بيحاول مع الرئيس بري يسهل يعمل بيقولولها baby steps خطوات صغيرة نقدر نوصل للنتيجة لأنه الإسرائيلي يعني يضل يطلع بالجو اللبناني الإسرائيلي ما موافق يوقف الطلعات الجوية تماماً ما موافق يطلع الطلعات الجوية وهي دا خرق للسبتاة صفر واحد وبالتالي ما في يتداعي حداً أنه طبقنا السبتاة صفر واحد وحزب الله ما رح يطبق كمان البنود الخمسة عشر وخمسين وكذا المطلعات كل ما هي إسرائيل عم تطلع نعم فهو حل براجماتي حل بيعمل تهديئة بانتظار شو المؤتمر الدولي المرتقب أو المؤتمر الدولي الإقليمي المرتقب حول فلسطين حول منطقة الشرق الأوسط اللي فيه شي بوعد سعودي فيه عم بيعمل اتفاقات مع أمريكا استراتيجيكا أمنية هذا المؤتمر إذا راح المنطقة صار فيك يتحكي مع حزب الله باستراتيجية دفعية وصار فيك يتحكي مع إسرائيل بوقف الطلعات فوق لبنان بس هذه مرحلة لاحقة بمرحلة لاحقة طيب اسمح لي لأنه استاذ آسم أصير نطرنا صباح الخير ما تخزني نطرناك بس أنا كنت حابة كنت حابة أنك تسمعه بس أنا كنت قاصدة أنه تسمع النائب فايصل الصاير حياتنا لأستاذ آسم حياتنا لألو اللي اسمعناه كتير مهم يعني استاذ فايصل استاذ آسم أصير اليوم لودريون راح عند زار يعني الحزب الله والتقى بي أنا أبو محمد رعد اللقاءات عم تكون سريعة جدا في كلام إنه كان اللقاء دامي عم كان ست سبعة دقائق ما بعرف إذا الحق يوصل لك شي خبر ولكن اليوم هيك بالتقييم العام نحنا أمام خيار مصيري يبدو بين المزدوجين يا أما انتخاب الرئيس والدخول في مفاوضات في حزيران وتموز يا أما الجميع يتحدث عن تصعيد أمني كبير في لبنان بدي اسمع رأيك لو سمحت يعني هلأ طبعا كل المعلومات عن زيارة لودريان وهي زيارة حتى استطلاعية وليست ليس لعدة لودريان وجهة نظر معينة أو معلومات معينة هلأ بالنسبة التخويف بالحرب أو بالتصعيد الأمني بالضغط لانتخاب الرئيس ما بعتقد هذا مفيد لا للقوة الإقليمية والدولية ولا للقوة اللبنانية نحن أمام خيار مصيري إذا بدنا ننتخب رئيس الحوار الوطني وهذا هو الموقف النهائي اللي تم تبزيقه أمس وتصور له لودريان ليس بس من قبل حزب الله بعتقده حركة أمل بعتقد فيه التوافق يعني صار عدد العديد من الأطلاق أنه ما فيه انتخاب رئيس بدون حوار وطني إذا كانت فرنسا وأمريكا قادرة تجمع اللبنانيين على حوار وطني أما التهديد بالعقوبات أو بأحداث أمنية أو بأوضاع غير عادية للدفع باتجاه انتخاب الرئيس أنا التأديري هذه لن تفيد هلأ أمريكا وفرنسا اليوم حضرتك كتبته وتابعته وفيه اجتماع بالنورماندي الظروف اليوم ليست كما هي ظروف 2004 و2005 عندما صدر القرار 1959 وصار إخليار لرئيس حريري إلا إذا رسمكهم الله صار فيه تطورات بالمنطقة كلها بتغير مزار المنطقة نحن أمامك وضع بغزة حتى الآن رغم كل الجهود الوصول إلى وقت 3 نار لم يتم الوقت 3 نار والأوضاع محفوف بالمخاطر هلأ هذه لبنان ما هو نصيبه منها مبعض حقيقة حتى الآن حزب الله حريص على عدم ازدهاب إلى حرب واسعة وشاملة ويعمل أداء ميداني يعني تصعيدي بشكل متدرج لكن لا أحد يريد تفجير الوباء هلأ فرنسا وأمريكا هل يستطيعان الضغط على أطراف المحلية للحوار؟ هذا هو الطريق الأسهل والأسرع أما العقوبات أو التهديد بمخاطر أمنية برئيس سيكون أكثر من عدم وجود رئيس جمهورية يعني أستاذ آسم حزب الله اليوم مستعد أن يفصل بين الرئاسة والحدود؟ يعني أنا أعطيك معلومات من قيادات بحزب الله بلقاءات قاسعة نحن جاهزين اليوم قبل بكرة لأي اتفاق حول الرئاسة الجمهورية بدون أن ننتظر نهاية الحرب بغزة بس بدك الطرف الآخر أحد المسؤولين الكبار بحزب الله قال كيف أنا أذهب إلى انتخاب رئيس جمهورية نعم وفي مين يريد أن ينتخب رئيس جمهورية لمواجهة حزب الله يعني ما عندهم استعداد لإصدار مواقف للدفع باتجاه التسوية هم يريدون رئيس جمهورية يواجه حزب الله حسب ما قال الدكتور جعج عن باريح إنه إذا بدي يعمل حوار بدي يعمل حوار حوار بأسر 2001 بالأسر 2001 الآن أصلاً أمريكا وفرنسا متجهزين للحوار حوله مثل ما قال أستاذ ساير إنه أمريكا حتى عم بتخضر لمباعد حرب غزة كيف بدي نروح أنا على التفاق أسر 2001 والحرب مستمرة إذا ما عندهم استعداد للحوار كيف بدهم ينتخبوا رئيس هني مبارد يعني هل يستطيع دكتور جعج عن وبالتالي أنا بس يعني اللي بهمني أنه في موقف واضح من الحزب عم تنقلوا حضرتك أنه هن مستعدين للذهاب إلى انتخاب رئي جمهورية بغض النظر عن الحدود هذه حسب معلوماتي وأنا سمعتها من المسؤولين بحزب الله سمعتها من المسؤولين ورئيس بني نفس الشيء نعم بس شرط أن يكون هذا الرئيس أنه يكون فيه حوار وطني حوار خوله وطوافق خوله ليه يعني الحصول على ضمانات داخلية وخارجية هيك صحيح طيب أستاذ آسم بدك تقول له شيء أنا بس بدي أكد على شغلي من يراهن على استخدام سياسة العقوبات أو قرارات على أثر الاجتماع القم الأمريكي الفلنسي قرارات تشبه بحدتها وبحسمها تشبه الـ 559 بيكون واهم ما فيه أي جو بممارسة عقوبات الممارسات فيه روح حكومة مع بعضكم الربنيين وفيه قبول لمنطق التشاوي نعم بدينا الغذة للإشادة بأداء الحزب التقدم واللقاء الديمقراطي حقيقة بها المرحلة أداء كثير حريص على الوضع اللبناني كثير مهم بيظل حالة المفلتان أحيان بعض القوى السياسية يعني فيه تشجيع للحكي مع بعضنا فيه تشجيع ما بيسموه حوار نروح حكومة مع بعضنا فيه تفاجئ انه لي عم نرفض نحكي مع بعضنا وبالأخير مجبورين نحكي مع بعضنا نحكي مع بعضنا نوصل لرئيس وسط نعم عندي سؤال لو سمحت هو خارج قصة الرئاسة بس قرأنا يعني ببعض هيك الصحف أو بعض المعلومات ما بعرف قديش أكيد منها انه اليوم إعادة أعمار الجنوب هل يمكن أن تكون مطروحة من الحجة الشعب العراقي أو من العراق أو من إيران في هيك طرح؟ أنا أي موضوع هلأ موضوع الإعمار رئيس ببري بلشت حراق وحزب الله عم يدرس لكن موضوع الإعمار مش مطروح من جهة محددة أنا برأيي رح يصير فيه تشكيل صندوق لبناني ويمكن يكون له بعض عربي ودولي لإعمار الجنوب وقد يكون هذا جزء من المسال اللي عبيحكي عنه الأستاذ فايصال في حال تم بخفر بغزة لكن ما فيه مجال اليوم البدء طبعا موضوع التضامن مع الجنوب مش تضامن عراقي أنا برأيي رح يصير تضامن عربي ودولي ويمكن هن يجوا يقدمون لمساعدات أنا برأيي بطبيعة اليوم هلأ فيه مساعدات عم تجي من العراق ومن غير العراق لدعم الناسقين دعم الخقراء هذا طبيعي يعني مش من الحجد الشعبي أنا برأيي المرجعية الدينية وهذا واجب أصلا بكل تاريخ الجنوب المرجعية الدينية الشيعية أو الصنية كانت عم تدعم أنا بحرب تموز حرب تموز معلومة خاصة لألك هيدا أحد القيادات بالحركة الإسلامية تلقى دعم لحزب الله من دولة من جهات خليجية رجال أعمال خليجيين بال2006 طبعا يوم اختلفت الظروب أرسل أموال لحزب الله للمقاومة بهذا أنا أراقي اليوم من وضع ليش محصول بالعراق ولا للحزر الشعبي كل حدا مؤمن بهذه القضية بعتقد ممكن يقدم مساعدة بس ما تتوقف الحرب طبعا بعت العمار من دون من دون ما تتوقف الحرب شكرا لألك يعني بفهم منك أنه هذا الموقف يعني هذا الموقف يا أستاذ آسم هو هلأ اللي بلغوا أبي محمد رعد اللودريون يعني اليوم حسب الله مستعد أن يذهب إلى رئاسة جمهورية محمد رعد معرفت يعني بس أخلي بس على الأقل أنا سامع من قيادي بارس بحزب الله نحن جاهزون لانتخاب الرئيس بدون على أبي حرب غز شكرا لألك أستاذ آسم أصير شكرا لألك أهلا وسهلا فيك بدأت أقف من فاصل علينا كثير تأخرنا على الفاصل ومنرجع لحوارنا كثير مهم اللي قلته عن يعني مسألة 17-01 والحدود بس بدي أحكي شوي بزيارة قطر كمان ويعني وعنوين أخرى فاصل ومنرجع أعود إلى لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع ضيف النقف وزل الصي ودي أرجع رحب في كياني من بعد ما حكينا شوي عن جوء الإدارة الأمريكية بموضوع الحدود وكيفية رؤيتهم لمسألة 17-01 وكيفية تطبيقه كيف رؤيتهم للحرب لنهاية الحرب لكن يمكن بتحس أنه ما عاد عمل مجهود كبير المندوب الأمريكي بأنه يجي على لبنان مثل صار ناطر نهاية غزة في جو بتسمعي جو أنه حماس أو السنوار رح يكفل للآخر على هني بس يقولوا لك انطباعنا أنه السنوار رح يكفل للآخر ما هاتم أكدين أنه الإسرائيلي رح يكفل هني ما قصدون يعني هني ما رح يحملوا مسؤولية لإسرائيل عم يحملوا المسؤولية للحماس وأنما بتحس الرسالة أنه إسرائيل مكفاية للآخر بغزة ومشان هيكي منهم مستعجلين يجوا على لبنان بموضوع نهاية الحرب لأنه طنعوا بفكرة أنه لن تقلق في جنوب قبل هذا بس فاتوا بالملف الرئيسي اللي حكينا فيه قبل شوية كرمال هيكي فيه كلام كان لافت جداً لوليد جنبلات قال فيه أنه الحرب بعدها ببداياتها صحيح يعني بالواضح هو شو كان يقصد شو كان عم يقصد لما يقول أنه الحرب ببدايتها يعني أنه إسرائيل رح تكفي على غزة بمعنى طويلة إسرائيل رح تكفي على رفح إسرائيل رح تكفي على البنان شو أصده؟ وليد باك يعني والحزب التقدمي عاشر القضية الفلسطينية وآمن فيها وناضل لأجله فعايشين النواية السيئة الإسرائيلية والجرائم إسرائيلي بحراءه وعارفين أنه الطموح الأمثل لإسرائيل هي تهجير الفلسطينيين وإلغاء أي احتمالية لدولة فلسطينية يعني هدف الإسرائيلي تهجير الضفة والقطاع إذا بيطلع بإيدهم إذا الرأي العام العالمي يحتمل هذا الشيء وعندهم الغطى لهذا الشيء مشان هيك متشائم بموضوع أنه هيك مشروع بده وبده وقت كتير وبالتالي قد تطول هلأ ما يبدو بالنواضح أنه وإن راحت وإن الموضوع العسكري كفى للآخر وشبه خسارة عسكرية لحماس وإنما بلش يلوح في الأفق انتصار سياسي للقضية الفلسطينية عبر الاعتراف بدورة فلسطينية وهون في مسؤولية وطنية كبيرة على المسؤولين الفلسطينيين من كل الأحزاب والقوى الوطنية الفلسطينية عليهم مسؤولية أنه هالخسائر وهالتطحيات وهالجرائم اللي ارتكبت بحق شعبهم عشرات ألاف القتلى والجرحى أنه يطلعوا بنتيجة مال القضية لا تكون راحة تسدى هالتطحيات ويتأتى عنا اعتراف بدولة فلسطينية وبدأت بأوروبا ثلاث دول أربع دول وفيه جو يعني أنا حتى ببريطانيا اسمعنيها كمان كنا مع الأستاذ مخزومي ببريطانيا واسمعنيها بصراحة بالخارجية البريطانية أنه عابفكروا جديا الاعتراف الدولة فلسطينية قبل تحقيقة مثل ما صار هلا مع اسبانيا وإيرلندا وكذا أنه نعترف هذا بتكون مقدمة لانهاء الحرب والاعتراف بغزة والضفة بتصير إضاءة على مكسب سياسي ما بعد الحرب يعني تكوني عبتعطي إشارة للفلسطينية ما بعد الحرب مهما كان في خسائر إنسانية وخسائر أسكرية فيه مكسب سياسي آتي في المستقبل وبرأيي هذا جو دولي أنا برأيي لما بتبدأ دول مثل اسبانيا وكذا عم بتمهد لدولة مثل بريطانيا ودول أوروبية أوسعة وعم بتمهد للأمريكيين أنه حتى بأمريكا فيه هذا الجو نعم من لبض من حال دوتين وفيه اللي يدعم هذا الشيء عربيا هو الضغط الصعودي خلينا نذكر أن السعودية عم بتحكي بتطبيع خطة سلام مشروط بخطة سلام مشروطة بدولة فلسطينية ومشروطة بأمن مشترك مع الأمريكيين إتفاقي أمن مشترك بس بتعتقد قبل أنت وعيد بايدن رح تصير هاي دي يعني لأنه اليوم الرئيس بايدن هو بحاجة إلى هذا الإنجاز مع المنبكة العربية السعودية بالمنطقة وبالتالي هو بسبق يبدو مع قصة أنه أعلان دولة فلسطين هل يمكن أن يحصل هذا الأمر قبل؟ أكيد الإدارة الأمريكية عم نحكي بموضوع الاتفاقي السعودي الأمريكي يلي هو واحد من شروطه أعلن دولة فلسطين لا هني مستعجين أول شيء خلصوا الملف الأمني أنه الدفاع المشترك بموافقة الكونغرس هي صعوبة أنه هاي بتكون تاني دولة بعد إسرائيل عاملة هيك نوع معاهدي اتفاقي مع أمريكا أنه مضموني مش إذا راح رئيس جمهورية وإجا رئيس جمهورية أمريكية بيقدر يلغي بيقدر يش فهيدي قد تحصل قبل هذا وتمهد إلى ما بعد أما موضوع الدولتين الاعتراف فبدو وقت وأن كان للأسف الدولي الفلسطيني من بينها جغرافيا بس متى ما وجدت أنونيا وقبل قانون ده فينا نجع فينا نجع نكون ونوسع ونشتغل عليها بس هايدي لا بده مؤتمر دولي بده مؤتمر دولي بده مؤتمر دولي يبدو رح يكون بس أنونيا إن شاء الله في وقت لا حتما السعودية ستلعب في الرياض اللي يجي ما بعد حرب غزي رح يقوى الدور يعني أكيد ستكون الدور الإيراني تراجع في غزي وفي الساحة الفلسطينية لصالح الدور السعودي والعرق المصري وحتى يعني الدور السعودي المصري عم يكبر وينمو بغزة وبلبنان بدون صراع مع إيراني بدون صراع مع إيراني هو مع إسرائيل اليوم بس بس هذا الفراغ ستملأ وأي فراغ فراغ الإيراني المستجد ستملأ السعودية ومصر حتما نعم وحيكون خدمة القضية الفلسطينية أكتر بكتير قطر زيارة قطر شو صار؟ طبعا ما بأسر أنه يجي التلبيه لدعوة قطر يعني قطر لعب دور مهم بلبنان يعني قطر بموضوع بالألفين وثماني وقت التفاهم الدوحة وقطر بموضوع بالألفين وست الحرب مساعدات اللي قدمتها للبنان ولجنوب لبنان وقطر عم تلعب دور بالخماسية دور أساسي في الموضوع الخماسي وقطر دور أساسي بالقضية الفلسطينية اللي بتعني للأستاذ وليد جملات يعني بهمه القضية الفلسطينية وبالتالي بهمه اللاعب الأبرز بموضوع الوقف اطلاق النار بغزة اللي هو الجانب القطري اللي عم بيلعب هذا الدور فكان همه أكيد أنه يحكي بالقضية الفلسطينية وقطر مستثمري بمستقبل لبنان عبر الشراكي في الغاز والنفط تذكر أنه أخذت مكان الروز في الكونسورتيوم النفطي مع التوتال إلى ارتباط مستقبلي اقتصادي واجتماعي مع لبنان ودورة بالخماسية كمان عب يكون مميز وقطر هلأ مع الخماسية في تنسيق وتكامل مش في اختلف في تكامل لأنه بمرحلة ما كان في اختلف بالمواقف رأي نحن اللبناني نحن اللبناني هيدا شغلنا نحن منقص 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 بس دا منرق لك شغلة الخماسية صارت واضحة انه على المستوى رئاسي فرنسي الرئاسي عبر لودريان وعلى مستوى رئاسي امريكي الامن عبر هوكشتاين نعم بدي انتقل ريف عائزة ملتنا في عينتيني ريف يعطيك العافية صباح الخير جوزافين لألك ولضيفك ولكل المشاهدين نحن هنا في عينتيني لمواكبة زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان إلى لبنان هذه الزيارة التي كنا قد أشرنا في رسائل سابقة بأنها السادسة منذ بداية الشهور الرئاسي هذا اللقاء جوزافين الذي بدأ منذ قرابة الساعة الحادية عشر والربع لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة على اعتبار بأن عينتيني هي مفتاح أساسي من سلسلة اللقاء الاستطلاعية التي يعقدها الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان في بيروت للأطلاع على أسباب تعثر الوصول إلى رئيس الجمهورية واستعصاء عمل الخماسية مع كل أطراف اللبنانية بعد ثمانية عشر شهرا من أشهور الرئاسي بطبيعة الحال هذه الجو الأدريس تكملها لودريان صباحا اليوم كان قد بدأها صباحا باللقاء مع رئيس قدرة الوفاء للمقامة النأب محمد رعد هذا اللقاء استمر قرابة الساعة تقريبا بعد حضر لودريان إلى هنا إلى عين التين حيث لا يزال ينعقد هذا الحوار أو هذا عفوان الاجتماع مع الرئيس نبيه برري بحسب المعطيات التي كانت قد روجت لها بعض المسألة العالمية نهر البارحة والصحب صباحا اليوم حول رؤية الرئيس خارج الحوار هو يقول بأن الحوار هو مفتاح الرئاسة ومن هذا المنطلق هو ثابت على هذه الرؤية وهو ثابت على هذا الطرح وهو لن يقبل بأي طرح آخر لا يمر بالحوار عبر مجلس النواب والذي يرأسه فقط الرئيس نبيه برري بطبيعة الحال نحن هنا لمواكبة هذا الاجتماع وما سيرجح عن هذا اللقاء من معلومات مع أنه بحسب المعلومات حتى هذه اللحظة بعد أتهاء هذا الاجتماع سوف ينتقل لودريون إلى قصر سنوبر ليعقد اجتماع مع كتلة الاعتدال الوطني وتكتل اللقاء المستقل وكتلة تجادد ونواق مستقلين هذا سيكون على طاولة الغذاء في قصر سنوبر بعدها سينتقي لودريون قرابة الساعة الثالثة حزب الكتائب اللبنانية وسيكون هناك اللقاء عند الساعة الرابعة ونصف مع البطريارك الماروني مربشار بطرس الرائي وعند الخمس ونصف مع رئيس حزب القوات اللبنانية سامين الجعجة على أن يختم لودريون لقاءته مساء اليوم في عشاء بقصر سنوبر مع سفراء الخمسية وبالتالي ستكون هذه الجولة هي جولة استطلاعية لبلور مشهدية واضحة عن الرؤية السياسية وعن المسار السياسي المخاوف الأوروبية المتصاعدة من توجه إسرائيل إلى فتح حرب مع لبنان في الأشهر القليلة أنقلة بعد الانتهاء من عملية رفح هذه هي باختصار الأجواء هنا في عينتين بانتظار أن ينتهي هذا اللقاء بين لودريون والرئيس نبيه برية شوزيفين نعم شكرا لإلك زملتنا ريف عائل طبعا نحن رح نريف إلك بكل هذه الجولة الرئيس بري دوره محوري وإن كان بموضوع الرئاسي وإن كان بموضوع الأمن في الجنوب والعمل على هذا بانتداد الحرب الرئيس بري شخصي معتدلي في محور المقاومة وما بينكر أنه بهذا المحور وإنما هو الشخصية المعتدلي الشخصية اللي حدودها مصلحة لبنان الرئيس بري ما رايح لا على إيران ولا على دول تاني الرئيس بري حدوده لبنان برأي في فرصة نروح نحكي نحن وياه بصيغة تحترم المؤسسات الدستورية اللبنانية في مجلس نواب علينا مسؤولية نروح عمجلس نواب نقعد مع بعضنا نحكي الحضر الرئيس بري حتما هو رئيس المجلس وبالتالي يعني أنا بذكر نواب هلأ بس يفوت على الجلسة كلنا بنوقف لكان قاعد يعني ما ليه إنه فيه روتوكول فيه احترام إذا حضر جلسة فيها كل النواب أو كل الكتل شو هالمشكلة يترقصها هذه شكليات عم تخسرنا فرصة الاتيان برئيس وسطي قريب لكل اللبنانيين مقبول دوليا وعربيا فلنختنم هذه الفرصة ونسكر هذه النفذة ونقعد على طاولة ما سيحصل في الإقليم وما يحصل اليوم دوليا وما حكينا عن الناس حين يكون في رئيس يواجه موضوع الناس حين ونهون نحن كحسب تقدم عملنا أفكار متعددة حوضة الموضوع رئيس يقدر يحكي مع الجانب السوري لتأمين نقطتين أساسيتين ضبط الحدود ومناطق آمنة لنبدأ نحل هذا الملف بشكل جدي فعنا أن فلنجة غزرية بدأت تشكل لا يكفي بدنا رئيس بدنا عهد جديد يحكي بمنطق جديد بمنطق إيجابي مع كل هذه الدول ولا نحل ضيانة ومشاكلنا بعد عنا لا يمقف ما ننوهم اليوم بالاستقرار الاقتصادي المالي الجزئي اللي حاصلين عليه مثلا نعرج على الاقتصاد اليوم في شعور أنه القطاع الخاص ماشي حاله الليرة جيم دي عدد 89 ووضعنا الاقتصادي شوي مستقر نوعا ما هذا لن يبقى هذا أي حدث خارجي أي حدث خارجي كحرب كغريلست بموضوع الخزينة الأمريكية أو كحدث خارجي كاليوروبوند هولدرز بكنا عندك من هلأ لأزار إذا ما نحللت قصتهم بده يرفعوا دعاوي لأنه مجبورين بنهاية الخمسين والله بيخسروا حقهم هالثلاث عوامل الخارجية ستدمر ما نعتبره اليوم باستقرار أمني وضعنا غير مستقر عنا نافذة استقرار جزئي نافذة لحل الرئاسي ندخل إلى طورة المفاوضات الإقليمية والدولية وحل أمن الجنوب ولبنان عنده فرصة جوهرية العالم بهمه يهتم بلبنان بس بنا نهتم بحالنا بنا نرجع نشكل مؤسساتنا الدستورية شكرا لألك أنا أفاصل الصيغ على وجودك معنا بهذه الحلقة الغنية كانت بالمعلومات والمواقف شكرا لألك شكرا المشاهدين على المتابعة واللقاء